أشهد رئيس الوزراء مصافا مدبولي بنتائج مشاركة الرئيس عبدالفتح السيسي كضيفي الشرفين على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في إمارة دبي وشهدت المشاركة الأكبر لمصر على مدار نسخ القمة جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أشهر فيه مدبولي إلى أبرز الفعاليات الرئاسية التي شهدها هذا الأسبوع ومنها أيضا قمة دعم القدس التي عقدت في جامعة الدول العربية بمشاركة الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردنية كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع ترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا أهمية قيام الجهات الأربعة عشر الجاهزة للانتقال في المرحلة الأولى باتخاذ التجهيزات اللازمة نحو انتقال العاملين بها إلى مقارتها بالحي الحكومية اعتبارا من أول مارس القادم وفي هذا الشأن وجه رئيس الوزراء بتكتيف الدور الإعلامي لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة بكافة التفاصيل المتعلقة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومية كما كلف بتوفير حافظ الانتقال للموظفين بجهات المرحلة الأولى مع بدء عملية النقل ترجمة نانسي قنقر